مرحبا مرة ثانية بدنا نحكي اليوم عن الجزء السابع اللي هو مهمه خفيف جدا جدا اللي هو العدالة وكيف بتصير والقوانين في كندا خليكم معنا وإن شاء الله يكون سريع وعشان ننتقل للثامن تشدو حيلكو ها بدنا يكون كلكو تنجحوا يلا طيب الآن بدنا ننزل معكو لصفحة 36 اللي هو The Justice System نظام العدالة في كندا اللي هو هاي الصفحة لان بدنا نفهم شغلة مهمة جدا هون Presumption of Innocence هذا المبدأ في العدالة الكندية يعني الكل بريء حتى يثبت العكس meaning everyone is innocent until proving guilty يعني أنت بريء حتى تثبت إدانتك So Presumption of Innocence هذا شايفين حقينه بالأحمر معناها مهم جدا الآن الصورة اللي موجودة هون هي عبارة عن Scale of Justice أو ميزان العدل موجودة في فينكوبر بيحكي زي ما شايفينها مرأة مغلقة عينيها لأنه بعبر عن النزاهة اللي هو بيحكي 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 لا تأخذ بالاعتبارات أي شيء غير الحقائق طيب الآن الموجود في كندا معروف أنه في كورت هو اللي بيعمل وفي البوليس اللي هم بيعملوا هذا اللي لازم تفهموها أنه المحاكم هي اللي بتعمل القوانين لكن الشرطة هي اللي بيتقدم تفرض هاي القوانين على أرض الواقع فيه شغل يسمها سوبريم كورت هاي مهم جدا اللي هي أعلى محكمة كندية أو بسموها كورت ما يquerت تنسل ولهرب difference تحييي بالتوقف معروف المتجد من البوليس وهناك بعض أنواع المتجد المتجد البوليس موجودة البوليس المتجد 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 في هكتر ومونتريال وفي رويل كنينديان ماونتين بوليس هدول اللي بيغطوا تقريبا كل كندا ما عدا مقاطعتين انتاريو كيبك. في حال انت ما عندك تصرف على محامي وطبع المحاميين غاليين هون في كندا ممكن تستخدم شغلة اسمها legal aid services بساعدوك في ايجاد محامي. شكرا لهذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر